مرحبا اهلا وسهلا فيكم لفيديو جديد بقناة عالم الخبز الاحترافي هالمرة راح نعمل الخمير الطبيعي او البادئ او sourdough starter خطواته بسيطه ما بده كتير جهد بده مكونات بسيطه طبعا ونستخدم ادوات معقمه ونضيفه حتى ما يصير في contamination او يصير في تلوث اذا كان في اسطح غير نظيفه او شيء راح نعمل الخمير الطبيعيه باهوانه وبادوات نظيفه ايضا بالضروره تكون معقمه لكن تكون نظيفه فمشو معي خلينا نحضره سوا فايزا احنا عنا طبعا الادوات عنا scale ديكون عنا scale ضروري يعني ما فينا نوزن هيك بالمقادير المعياريه لازم يكون digital scale او scale عنا مرتبان المرتبان ديكون نظيف مش بضروري يكون معقم لكن يكون نظيف يعني بفضل يكون نظيف ما تكون الادوات مقوسخه او contaminated ملوثي اوكي عنا ملقعه طبعا ملقعه وعنا دقيقه هلا عنا هدا الدقيق اللي شايفينه نص اسمر نص ابيض نص امح كامل ابيض عفوا نص امح كامل ونص سطحين ابيض اوكي لكن يفضل يكون الدقيق الابيض منه غير مبيض وعنا طبعا سباتيولا سيلكون او اي سباتيولا ممكن للتحريق ومي بحرارة الغرفين اوكي اول شي منجيب المرتبان طبعا اوكي مندور scale اوكي منصوب 50 جرام ماي اوكي منحط فوق منا 50 جرام من هدا الخليط انا محضر قبل بوقت حتى مش كل مرة اضطر اخلط الدقيق مع بعضه اوكي هذا هو اوكي هاي 100 جرام فخمسين وخمسين هيصارو عنا 100 جرام من الخليط اوكي منحركو كتير منيح اوكي اوكي مجرد ما ما بقي في اي دقيق بالاسفل شوفوا هون بعض في دقيق بالاسفل مندلة منحرك لحد ديت ما يدوب كل الدقيق مع الماي او ينمزج بشكل كويس خلص ما نوقف في ديع اكتر من هيك هي فايدة سباتيولا انها سهلة بتنظف قع او قعر المرتبان بشكل كتير فعال اوكي فبصحكم دايما نجيبوا سباتيولا صغيرة كتير كتير مفيدة وعملية اوكي هادي هي طبعا هلا منغطيها نشيل هدا عجنب منغطيها وما منخليها على سطح بارد مثل الرخام منخليها دايما على سيليكون او شي خشب او شي بحيس انه ما تاخد من برودة السطح فتضلها بمكان دافئ وبعيد عن المكيف بعيد عن التبريد وتقلبات الحرار لمدة 24 ساعة فكان شايفينا هلا هون كيف ما في اي اثار للتخمر بعد 24 ساعة راح نشوفها كيف صارت بدون اي اي ما نعمل لها اي شي بس نتركها ونرجع لها طبعا تكون بعيدة عن اضاءة الشمس تكون بعيدة عن اضاءة الشمس المباشرة بمكان مستقر الحرارة ودافئ نسبيا اوكي انا حطيتها على هاي وبرجع لان شاء الله ازاءالراد بعد 24 ساعة نشوفو كيف طالع الخميلة انتفخت كانت تحت انتفخت وطلعت لفوق اوكي هدا بعد مرور 24 ساعة اوكي هلا صار بدنا نغزيها هاي اول تغذية بده تكون من نشيل نصف الكمية جيب الميزان اوكي نشيل السيليكون اوكي نحطها على الميزان هلا طريقة سهلة انه نعرف قديش الكمية اول شي انا بطلع اا بدي اعرف قديش كمية المرتبين الفارغ اوكي فخليني فضيها كلها من الخميرة اوكي وانا مفروض كنت اخد الوزن الوعاء فارغ من قبل لكن ما بيأثر ريحتها شوي ما كتير مستحبة لكن هدا شي طبيعي بها المرحلة اوكي ففينا نقول اوكي فضيتها تقريبا هي قريب المية لانه في بواقي على العمور اوكي فضيها شوف وزنها فارغ 175 اعنا فينا نقول مع هدول الكمية اللي جوة 170 لانه هدول بيزنه اوكي 170 جرام فارغة فنحنا بدنا نخلي فيها 25 جرام من هاي بس من غزيها 50 مايو 50 دقيق فبالتالي بدي يكون وزنها يلا 175 او 175 تنقول هي 170 نضيف الى 25 جرام يعني ده تكون تقريبا 200 جرام خليها 200 جرام اوكي على 200 جرام يعني كل مرة بدنا نجي نغزيها بدنا نفض منها ونرجع نحطها مرتين بدا تكون 200 واضح وزن هاي فارغة مع 25 جرام اللي جوة بس ما اكتر ما بدنا اكتر من 25 جرام البيئة هدول كله منكبه انا ما تعملوا فيهم شي اوكي نوزن 50 جرام ماي اه خمسين فضي شوي السر اوكي اوكي هاي 50 جرام ممكن نعمل هيك نخلطن كويس حتى يدوب وبعدين 50 جرام دقيق اللي هو خليط الدقيق اللي اللي خلطناه من قبل و جهزناه حتى انا كل مرة نقعد نخلط اوكي شوي بعد اوكي طيب فاإذا بنا هاي 50 جرام نجيب سباتيولا او ملعه اوكي منحرك نشيل هاي الميزين عجنب ومنحرك متل ما عملنا بارح ومنتركه كمان 24 ساعة على على السيليكون بما كان دافئ ومستقر الحرارة انا عندي المطبخ 27 بتروح بين ال 26 و 27 بالنهار لانه نحن داخلين على صيف فاذا كان عندكم الجو ادفة من هيك يفضل تخلوها بعيد شوي عن الحرارة وتكون بما كان مستقر الحرارة ما تكون كتير شوب ممكن يكون في عفن يصير في عفن فبالتالي الحرارة هايدي انا بالنسبة للمطبخة او بالنسبة للخميرة هي المثالية 27 الى 28 مقوية لغاية 29 مقبول 30 وما فوق ببلش ممكن يصير في عفن اوكي يلا بجيب شوي محارم وراقية وبنظف الاطراف حتى هدول مي يبسوا وينشفوا بصير بعدين تنظيفهم صعب اوكي بها الطريقة هاي بمررها داير من دار حتى وهدي هي اوكي شو صار عنا صار عنا 25 زائد 50 زائد 50 25 بادئة ضفنا لخمسين ماي وخمسين ماي بحرارة الغرفة وخمسين خليط من الدقيق نص ابيض ونص اسمر فبالتالي صار عنا 125 جرام جوا هون بدأنا بمية هلا صار 125 خليها 125 على طول من هلا لبعدين اوكي مشوف بعدين اذا بزيد او لا لكن هلا هيدي هي لنشوف بكرة بعد 24 ساعة منشوف كيف حتصير شوف كلا كان بكرة بعد 24 ساعة اذا الله راد لتغذية اليوم الثالث اليوم هو اليوم الثاني بكرة هيكون اليوم الثالث والله معكم مرحبا اهلا وسهلا فيكم اليوم الثالث من تغذية الخميرة شوفوا الخميرة كيف صارت ارتفعت لهون ججرة هبتت قوائم طبعا سائل شوفوا الفقاعات يعني وصلت لتلت اضعاف او اربع اضعاف حجم الاولي طبعا هي سائلي جدا راحتها يعني حمضية شوي لكنها يعني متل شي فاسد اه هدالي انما انا جاهزة بعد اليوم الثالث اليوم انا نغذية مرتين هلا وبالليل يعني بعد 12 ساعة هلا ساعة 10 الصبح هرجع نغذية مرتين ساعة 10 اه المساء اوكي فمتل ما قلنا بارح نخلط مننزل منها كل الكمية الا 200 جرام مع الوعاء اوكي عندها تكون 200 مع الوعاء الفارغ هيك منضمن انه في 25 جرام جوه اوكي قربنا شوي بعد وهي 200 تمام اوكي اول شي مننزل 25 جرام ماي اعفون 50 جرام ماي اوكي هاي 50 اوكي 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 مننزل اوكي اوكي منضيف خليط الدقيق اوكي خليط الدقيق اوكي اوكي هاي خمسين جرام تمام. وشي الميزان عجنب. هم نحرك. فادئة. فادئة ما تنمزل بشكل كتير جيد. تمام. هاي. هي مبارح انتفخت على فكرة بعد طواريبا اربع ساعات. انتفخت ووصلت الارتفاع علي. فهي دليل على انه صار بده تغذية مرتين باليوم. فاليوم التالت منغزة كل 12 ساعة. منغزة الصبح هلا. وحرجع مرتين ارجيكم كيف منغزة المساء. بس هادي هي. نشيل الكميل على الاطراف. اوكي. بعدين بيدي. اجيب محارم. ونضيح طبعا الاطراف. حتى ما اقتر بعدين اخسلها وانتقل لعاء جديد. هيك بها الطريقة بتكون نضيفة على طول. باستمرار. اوكي. منغطيها. ومنحطها على السيليكو متل ما قلنا. بنفس المكان. نفس المكان ما منغيره ابدا. خليها اليوم المساء. اليوم المساء هرجيكم كيف صارت. هرجع نغزيها مرتين اذا قلرت. شوف كل يوم المساء لكن. اوكي. هلا صار اه طبعا المساء. بقى مرت اطناعشر ساعة. شوف صار سائل. سائل جدا. انتفخ شوي رجع هبط. فما في كان كتير اكتيفتي اليوم. اه. هتخلص من الكمية طبعا. كتلي العادة. نشيلها هنا جنب. اوكي. خلص من الكمية. لحديث ما نوصل لل. يكون فيه 25 جرام هون. اوكي. تمام هذا هو. اوكي منضيف 50 جرام ماء. وحرارة الغرفة. وحرارة المطبخ. اوكي. اوكي. هرارة المطبخ. اوكي. نضيف 50 جرام من خليط. اللي حضرني مسبقا. نص ابيض ونص اسمر. 50 جرام منه. اوكي. طبعا. وهي 50 جرام. نشيل الميزان عجنب. ومنحرك. متل اللي عملناه الصبح. هدا كل يوم رح يكون. طبعا هلا عم نغزة مرتين باليوم. باليوم السابع حيصير ثلاث مرات باليوم. اوكي. نحرك له يتجانس تماما. ويضل فيه اماكن جافة او اماكن رطبة كتير. طبعا هيك انا بخفق خفق صغير. حتى. اكد انه ديب تماما. او اختلط تماما بالاحرى. اوكي. نضيف الحواف شوي. اوكي. اده هو. اوكي. ونغطي. ونحطو بنفس المكان. لا بكرة الصبح. يعني بعد 12 ساعة 10 الصبح. 11 الصبح. ما في مشكلة. يعني زائد من ناقص ساعة. ما بيأسر. اوكي. فاذا الله راد. هايدي هون مستوي. بكرة رح نغزيه ونشوفه سوا. اوكي. فاذا نحنا هلا اصلنا باليوم الرابع. اوه. مثل ما شايفين. ما في ارتفاع. وهذا طبيعي جدا. ما تيأسو. اوه. طبيعي جدا جدا. اوكي. هي هلا بمرحلة التحول. اليوم الرابع والخامس. عادة هي بمرحلة التحول. يوم السادس والسابع. هتلاحظوا انه هبلش ترتفع. اوكي. فتلاقوا في زبد على الوش. هدا طبيعي. الزبد. اوكي. هي رخوة كتير. هدا بسبب العمل البكتيريا. لسه البكتيريا هلا بدأ تنشط اكتر. لكن. او الانزيمات بالاحرى. لكن البكتيريا الليبانية لسه بعدها ما نشطت. بانتظار ابوط الحموضة. يعني ترتفع الحموضة. بتبلش البكتيريا الليبانية تنشطوا معها البكتيريا الخمائر البري. او اليست. اوكي. طبيعيه يعني. فهلأ من اه. منغزي كمال معتاد. بنفس النسب. بنفس الطريقة. اوكي. اليوم الرابع. اوكي. هنغزي كمان مرتين باليوم متل مبارح. متل امس. اوكي. لنوصل للخمس وعشرين جرام بادئة. تقريبا. اوكي. 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 خمسين جرام مي وخمسين جرام خليط الدقيق. اوكي. طبعا ممكن احنا نعمل هيك. اوكي. ما الشكل. اوكي. بس انو. نخلطهم شكل جيد. اوكي. نضيف. خمسين جرام. من هذا الدقيق خليط الدقيق. اوكي. هاي خمسين جرام. اوكي. اوكي. نجيب سباتيولا. منحرك. لا نرجع نضيبها. ندوبها او. او. تتجانس مرة تانية. هدا كله الرخاوي هاي بسبب. الانزيمات. اللي هي بتفكك الدقيق. بتخليه رخو جدا. لسه بعد الحموضة. والبكتيريا اللبانية. بعدما. ااااا. يعني. ااا. الا تأثير كبير على البادئة. مع الوقت مع ارتفاع الحموضة. رح تبلش تنشط الخميرة اللبانية. او البكتيريا اللبانية. مع هالخمائر الطبيعية. ننضف الاطراف شكل جيد. تمام هيك تمام نجيب طبعا محرمة ورائية ما ننظف الحواف حتى ما يصير صعب ازالتهم بعدين. الشكل تمام ونغطيها ننظف الغطة لانو انا خضيتها ونتركها على مكان على سطح في سيليكون او سطح خشبة او سطح بلاستيك المهم انو مايك تاخد برودة ونظل بنفس المكان تتخمر لعشرة المساء يعني بعد اربعة عشر ساعة اه اتناشر ساعة فون بنشوفها اليوم المساء اذا الارض متغزية سوا. اوكي هلأ مساء اليوم الرابع اوكي تشوفون الخميرة ارتفعت شوي وجعتها بطيت اه هذا مش الارتفاع اللي احنا بدناها لكنها هلأ هي بطورة تغير عم تتغير لخميرة طبيعية او بادي التخمير اوكي رائحتها شوي صارت حمضية وهذا دليل على ان احنا بالاتجاه الصحيح اوكي نخلي خمسة عشرين جرام جوه المرتبين اوكي 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 اوكيailed 50 غرم دقيق نضيف من خليطة المنطقة 50 غرم اوكي نخلط المكونات بشكل جيد ونكرر هذا الشيء بكرة اليوم الخامس والسادس من يوم السابع طبعا هتلاحظ تبلش ترتفع طبعا ممكن ساعتها نعرف انه هي صارت عالطريق الصحيح وبدأت تصير بادئ التخمير طبيعي من يوم السادس او السابع نسيب نغزيها ثلاث مرات لكن بعد ما تستقر عاليوم العاشر خلاص انا رح ابردها رحطها بالتلاجة اوكي خلاص هيك نغطيها طبعا من منزيل الحواف اي متبقي من الخمير من الحواف اوكي وبعدين منغطيها ومنتركها بنفس المكان بنفس الطريقة نفس كل شيء اوكي بنجيب محرمة ورائية وننظف الحواف حتى تبقى نظيفة عطول هذا بالاخير رح يساعدنا نعرف او الارتفاع او الوعاء كان غير نظيف ما رح يبين عنا الارتفاع بشكل واضح نغطيها بنطركها اطناشر ساعة لبكر ساعة عشر الصبح ونشوفها كيف صارت اوكي سلنا باليوم الخامس هلا الصباح طبعا تغزية صباحية طبعا هي ارتفعت شوي ورجعت هبتت نزلت راحتها صارت احسن يعني ماشي بالطريق الصحيح منكمل التغذية نفسها مرتين باليوم نخلص من كل الكمية معادة 25 جرام منغذي 50 جرام مي 50 جرام دقيق هل مرحب Hooх مرتينة سمتلهم موسيقى موسيقى ونضف الحواف كما العادى موسيقى موسيقى مراجع الخميرى لنفس المكان نتركه للمساء ساعة 10 المساء ونشوف مرائبة ونشوف كيف ارتفاعها او شو سرعة ارتفاعها وابتداء من بكرة يوم السادس او اليوم السابع هنصير تبلش تنشط اكثر وترتفع اكبر فاليوم الخامس هي نقطة التحول السادس او السابع هتلاقي فيها نشاط اكبر بكتير لكن نشوف كل مساء الساعة 10 لكن وصلنا لتغذة يوم الخامس مساء مثل ما شايفين هلا اي ارتفعت وصلت لهون رجعت نزلت وراحتها صارت يعني مقبولة اكتر هتخلص من كمية مثل العادة نفس الطريقة مقبولة اكتر 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 50 جرام دقيق او مزيج الدقيق اللي هو نص اسمره نص ابيض اكتر 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 تدائم تدائم من بكرة ستشوفه تغير جذري توقع بكرة المساء تتحول وترتفع ارتفاع كبير لكن انا دايما بقول انتظر عليها لليوم السابع قبل ما تبلشوا تقيسوا الارتفاع نجيب محرمية وراقية ننظف الحواف بشكل كثير منيح الشكل ونغطيها ونتركها لبكرة الصبح ساعة عشرة رح نغزيها مرة تانية طبعا على السيليكون وشوفكم بكرة صبح بعد 12 ساعة اوكي تمام فإذا اليوم هو اليوم السادس ارتفعت ومتل ما شايفين اثار الهبوط ورتفعت كتير لكنها بلشت تصير حتها شوي فاكهية اه نحنا هيك بالطريقة عارف انو انا يعني اذا بتشوفوا كيف الرغوة من جوا وقوامها كيف لسة طبعا بعدها بعدها ملنا جاهزة اه بتوقع انو من بكرة وطلوع ببلش تصير يعني اه نشطة وصير متوازنة اكتر اوكي اه نخلص من كل الكمية معادة 25 جرام متل العادة قوامة صار يعني متماسك اكتر مش مي يعني مش سائل او متدفق جدا شوي اوكي هذا معينة انه التبدل صار للافضل اوكي او او التحول صار للافضل او لمصلحة الخمائر الطبيعية والبكتيريا اللي هلق بلشت يعني تتكثر اوكي خمسين جرام ماي مترت اوكي 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 او وندوبهم منضفلهم الخمسين جرام من الدقيق او مخلوط الدقيق نص اصفر ونص ابيض ونص امح كامل اوكي اوكي متاز من بكرة رح ابداء حط علامة او اشارة او حتي مطاط رابر براند على مكان او مستوى الخميري بعد التغذية وشوف كيف هترتفع وع اساسة من قيس الارتفاع اوكي من ابتدة اما بكرة من اليوم السابع اليوم السادس ما رح اعمل هالشي اوكي انا هيك بها الطريقة بطور شوي الجلوتين حتي الارتفاع يكون واضح لان ازا بس مجرد تحريك ما رح ترتفع كتير وما رح تعطينا الدليل يعني الاوضح فينا نقول اوكي 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 هيك بالشكل صارت جاهزة وننظف الحواف تل العادة من اثار العجين او الدقيق او الخليط يعني اوكي منغطيها نحطها على السيليكون ونتركها 12 ساعة لليوم المساة ازا الله راد نرجع لو نشوفها كيف صارت مرحبا هيدا اليوم السادس المساة اوكي تغذيت اليوم السادس المساة هلا هي كانت هون ارتفعت طبعا كانت هون ارتفعت ورجعت هبتت لاحظين اثار الهبوط فهدا دليل جيد على انه وليه هتا صارت حلوة فاكهية شوي طبعا رح اغذيها مثل العادة ورح ابدأ من بكرة حط علامة على مستوى الخميرة حط نقيس مستوها ونقيس الارتفاع اوكي هاي تقريبا اوكي امتاز هاي خمسة عشرين جرام ونطلون الخمسين جرام ماي خمسين جرام دقيق اوكي امتاز 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 تمام امتاز 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 وبنضيف القعر 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 طبع الاناق او المرتبين اوكي انا بخفقها شوي حتى بس تكون عندها شوية قوة الجلوتين لترتفع بس مش اكتر من هيك يعني شي ديئة او نص ديئة بس ما اكتر اوكي ننظف الحواف هي كمان كتير بتساعدنا هي اسباتيولا لننظف الحواف اوكي اوكي ممتز هيك ميجيب ورق محارم وننظف الحواف اوكي حفظوا هدا ارتفاعها اوكي ارتفاعها هي لهن اوكي عم توصل معي لهن يعني هدا الضعف تقريبا وهدا الشي ممتز لانه هي بتحين اسمر لو هي بتحين ابيض رح ترتفع اكتر كون الطحين الابيض ما فيه قلياف والقلياف هي اللي بتتقل العجين وتخليه تكسر وما بتخليه ارتفاع كتير عموما ما ضروري الطحين الاسمر ضروري للخمية فمخليها لبكرة بكرة من غزة اذا الله اراد ساعة 10 الصبح تمام اليوم هو اليوم السابع انا حطيت علامي على البادئة كما شايفين كانت لهن مستويها ارتفعت صارت لبضعف وصلت لهن اذا شايفين وصلت لهن وجهت هبطت مرة تاني لهن اوكي متل ما شايفين الفقاعات اثار الفقاعات ايه جاهزة اعتبر من الليلة ممكن يعني حنغزيها هلأ نجح هنغزيها ساعة 10 بالليل هتكون جاهزة اللي هنعمل منها خميرة بكرة وخبز اوكي فهي من اليوم السابع جاهزة لليوم الثامن يعني لتحضير اليوم الثامن فينا نحضر منها لكن لتصير ظلها مستقرة ما تحطوها بالبرادة اليوم اوكي يعني لما تعملوا منها الخميرة او لما تدخلوها بالعجين ما تبردوها هلأ بعد ما تكمل عشرة ايام على الاقل على الاقل عشرة ايام اوكي نحضرين الفقاعات اللي عليها من فوق ايه خميرة جاهزة هلأ اذا حابين لخميرة اقل حموضة اوكي اقل حموضة واكثر يعني ممكن نغزيها لمثلا تنقول اه يعني ما بتنضج بسرعة خلال مثلا ست ساعات تاخد وقت شوي اطول بدنا نغزيها بطحين ابيض اكتر اوكي بيصير تاخد وقت اكتر للمضوج وطعامتها بتصير نوعا ما حلوي اكتر متوازنة اكتر اوكي فممكن نخفض كمية الدقيه الاسمر هون اه شوي حتى تصير اه يعني اقل حموضة فانا هابدأ اه طبعا اليوم لا اليوم سبب مرحة اه ربلا اه ابتداء من بكا من اليوم الثامن فينا نبلش نخفف كمية الطحين الاسمر نعملها كلها ابيض وجزء بسيط هو اسمر ونستمر على هالشي او نعملها كلها ابيض لكن ندخل فيها شوية اسمر بالتدريج شوي شوي منخفف الاسمر بعدين تصير ابيض كليا اوكي انا دايما بنصح بدأ اي غير مبيض اه واذا كان الطحين فاخر كتير بيتنت او كتير لونه في ابيض اه ما بنصح تستخدمه لوحده اضيف له شوية طحين اسمر هيدا الالياف فيها بكتيريا وفيها غزاء للخميرة كتير بتفيد اوكي فما حطول عليكن هنغزيها هلا كتير عادي اوكي نكمل بالتغزية طبعا النسب التغزية هاي متل ما شايفين هنستمر فيها على طول راح نغير فيها 25 جرام بادئة 50 جرام ماي و50 جرام دقيق انا اضوفا الاكماanken صوفه المشاكل العقل جداً بنصحكم بهالنوع من نسباتي ولقوي تكون أرفع شوي بتساعدكم كثير على رصول قعر المرتبين وتنظيفه بشكل فعال الملعة خاصة إذا كانت معدنية ممكن تكسر لكم البعاء الزجاجي طبعكم فبنصح بسباتيولة جداً هذا نفس الدقيق ما أغير فيه 50 جرام خمسين عفون جرام دقيق نضيفه نصح أبيض و نصح أسمر طبعاً بنصحكم كل ما جبتوا دقيق طازج أو حديث الإنتاج كل ما بيكون أحسن الدقيق الأديم أحياناً ما بيكون كويس للتغذي أوكي يعني بيحكي عطحين الأبيض والأسمر مع بعض خاصة الأسمر لأن أسمر بيحمض بيحمض بسرعة أو مش بيحمض عفاً بيفسد بيفسد بسرعة أوكي وهاي صارت الغزينا البادئة بهالطريقة صارت بادئة يعني منسميها معادة خليط بس صار اسمها بادئة هذه المحلة المرائية وننظف الحواف صارت عن مجهزة أوكي طبعاً هيدا الليفل أنا ما غيرت المطاط خليته بنفس المكان لأنه طبعاً بنفس الليفل كل ما بنا نغير أو بنا نغزي يبقى هيدا المستوى هو المستوى تبعها أوكي قبل ما تخمر فرح تركها لليوم اليوم حيكون التغذية طيب اليوم السابع المساء بعدين ممكن نحضر منها لما تندج طبعاً اليوم بالليل اليوم لما تندج بالليل صار فينا نعمل منها يعني مساء اليوم السابع عند وقت التغذية فينا ناخد منه أو قبل يعني عنده النضوج طبعاً يعني هاي ما رح تقعد لـ 12 ساعة لبكرة إلا اليوم مساء ساعة 10 ممكن تندج على الخمسة العصر أو أربع أوكي لأنه صارت ينشطة والجو دافئ إذا كان الجو بارد أمر بختلف ساعتها أول ما تندج تضاعف حجمة أوكي ويبلشي هبط شوية تلاقي شوية فقاعة على الوش والسطح تبعها بلش ينزل بيكون صارت ناضجة ما دروا ننطر من 12 ساعة فينا نعمل منها نحطها بالعجين ونخمر منها العجين أوكي فهي من اليوم المساء جاهزة لنعمل منها عجين إذا الله أراد أوكي هذا بالنسبة لها الخميرة الطبيعية أو البادئة الخميرة الطبيعية إن شاء الله تكونوا استفدتوا شوفكم بفيديوهات تاني إذا الله أراد أو شوفوا الفيديوهات اللي عندي اللي عملتها من قبل عن الخباز والخميرة الطبيعية بكافة أنواع وأشكالها إن شاء الله تستفيدوا ومع السلامة